صباح الخير النهاردة أنا كواحد عشان القناة مهتمية بعض الأفكار الثقافية والأراء اللي بحطها من حين لآخر أنا بالي مدة ما عملتش فيديوهات إنما الفيديو النهاردة أنا كنت ناوي أعمل عن أكتر من موضوع إنما لقيت في حاجة ملحة اللي هو الخبر بتاع أن هاني شاكر منع الأغاني التي تسمى بالمهرج أولاً أنا لم أفهم حتى الآن لماذا سميت بهذا الاسم أغاني المهرجانات كان زمان كان معروف إن مطربين المهرجانات لهم كانوا مشهورين إنهم بيروحوا أو بيأخذوا جواز في المهرجانات يعني ما كانوا مش معروفين شعبياً إنما كانوا معروفين في المهرجانات فمش فاهم إلي طلع هل إن يعني إن مهرجان بمعنى إن حاجة مهرجان حاجة دوشة ولا يعني أعتقد يمكن إن ده السبب إنما مش مهم من مشكلة المهم إن أنا شايف إن ما فعله هاني شاكر هو أفضل يعني شيء فعله في اللي يمكن عشرين سنة الأخرانية لأنه كقرار بمنع هؤلاء المطربين ب يعني نقدر نقول مش فقط بيحافظ على الفن هو بيحافظ على الفكر والثقافة والإنسانية بتاعة مصر والعالم العربي أولاً أنا كواحد عايش في أمريكا في كلام طلع كتير عن راب ومش عايب إيه الراب في أمريكا بيعتبر شيء منحط يعني إحنا ممكن في البلاد العربية أخذت الراب لأن إحنا دايماً بناخد الحاجات السيئة ما بناخدش الحاجات الجيدة دايماً لما بنيجي نقلد الغرب بنقلد أسوأ ما فيه والراب بيعتبر تسعين في المية من الأمريكان هنا الأمريكان النظيفة المتعلمة بتعتبر إن الراب دواً حاجة مصفة وحاجة مصيقة بالذات لما بيشوفوا المطربين اللي دايماً مركزين على المخدرات والجنس والحاجات وفيه فرق ما بين بالذات الفترة الأخيرة وأنا رجعت شفت أغاني اللي التدوي تكلموا عنها مش عارف فيه كم أغنية كده لشيكا وبيكا وشعر إيه دا ليس فيه إبداع وليس فيه حرية أنا مع الحرية إلى آخر درجة أنا مع الفكر إلى آخر درجة إنما في نفس الوقت أنا مع إن الأغنية أساساً هي الشعر ودي يمكن المناظرات اللي في الصفحة بتاعتي على الثقافة إن أنا بعتبر أغنية هي جزء من الثقافة وجزء أهم الثقافة أغاني مكلسوم وفريد الأطرش وعبد الوهاب وعبد الحليم شكلوا الثقافة وقربوا الشعر العربي الفصحة إلى الجماهير وقربوا أيضاً الشعر العامي أيضاً إلى الجماهير شعر برام التونسي شعر حسين السيد شعر مرسي جميل عزيز كل دول كانوا بيستخدموا صور بلاغية وصور المطربين دولاً والملحنين قربوا للإنسان البسيط يعني غير الأطلال وغير عش أنتا وغير النايتاني بالهاجر وأنتا قلبي ما بين كامل الشناوي الإبراهيم ناجي البشر الخوري كل دولاً في الفصحة إنما أيضاً الشعر العامي كان له دور في تكوين الوجدان وفيه فرق ما بين إن الرواية ممكن تصف حدث معين مثلاً مشهد جنسي ولا كده وما بين أغنية طلعة يعني هي ليس فيها أي إبداع يعني هي أغنية تفهة نمرة واحد ومش فقط تفهة لا ده الكلام حتى يعني هو ما بازلش مجهود بحيث أنه ممكن يبذل مجهود ويقول اللي عايز يقوله بأسلوب تاني يعني هو مش معندوش لأنه هو جاهل الكاتب جاهل والمطرب جاهل والملحن جاهل كلهم عالم جاهلة يعني هناك فرق برضو بين مثلاً بنزار قباني لما كلم عن اللي هو في القصيدة اللي بيقول اللي هو صورة نهد مش بكر اسمها صورة نهد اللي الدنيا هاجت عليها في التلاتينات والأربعينات من القرن الماضي كان بيستخدم بلاغة وبيستخدم ألفاظ وبيستخدم عبارات وتشبيهات وكنايات عشان يوصل له عايز يقوله وفي النهاية ممكن تفهمها برضو أنه بيتحدث عن الوطن ممكن أو بيتحدث يعني هو فالفكرة هنا إن ده مش إبداع وده مش حرية وفي نفس الوقت احنا منشوف مثلاً الدنيا لما هاجت على كان فيه الأجنية بتاعت فلفل ومش عايف ايه من سنتين كده اللي هما دخلوا في السجون بنات كتيرة وقال لك ده تحريد مش عارف على ايه وده مش عايف ايه وايه هناك فرق برضو بالإحاءات وأن واحدة تطلع ترقص بطريقة أو بتاع وما بين أن كلام موجه مش عايف فيه زنا محارم ويعني أنا سمعت حاجات لما انتبهت للموضوع سمعت حاجات فضيعة ماهي الكلام ده؟ يعني ده كلام يعني تعدى كل الحدود يعني ما فيش منه يعني لم أرى ولم أسمع ولم أقرأ كلام مثله بأي لغة في نفس الوقت هو حصل تراجع ثقافي كبير جدا في العشر سنين الأخيرة وبنشوف أن فيه فترة من الفترات من تلات اربع سنين لما ابتدى يطلع رجعوا تاني حمدي باتشان والناس دول اللي هما كانوا سبب في هبوط المستوى الفكري والثقافي في أواخر التمانينات وأوالي التسعينات قلت لي حمدي باتشان بكل بجاحة يقول أن ما عايفش ويطالع ليه والموزيعة سمحت بالكلام ده إزاي أنه يطلع يقول أن عبدالوهاب غرم منه عشان كده عمل قونية من غير ليه طيب الموزيعة الموزيعة كانت موافقة وعادي وفرحانة أنا واحد من الناس أنا فريدي إلى الغاية إنما لو هتقارن بين فريد وعبدالوهاب أقول لك فريد ده زوء وده إحساسي وده أنا بحب صوت فريد وموسيقى فريد وبعتبره أكثر ملحن عربي مبدع إنما لما يجي بقى بين عبدالوهاب وحمدي باتشان طبعا أنا أقول عبدالوهاب إيه إيه حمدي باتشان ده إيه الأغنية اللي هو يعني أنت طالع تقول إن عبدالوهاب غار من الهس هو عبدالوهاب مش غار عبدالوهاب حاس وأنا فاكر أنا كنت في كانت سنة حاجة تسعة وتمانين على ما أعتقد لما عبدالوهاب عمل من غير ليه أنا كان عندي ستاشر سبعتاشر سنة أيامية وفاكر بالضبط إنه كانت حصلت هوجة الأغاني الشعبية اللي هي منحطة مش أغاني الشعبية بتاعت محمد رجدي وعبدالمطلب والناس دولا لا الأغاني الشعبية المنحطة بتاعت إيه الهس بس ده وكوزن محبة خرم والأغاني في نفس الوقت الأغاني الشبابية اللي هي كانت سبب انحطاط أكتر اللي دلوقتي بيعتبروا الأغاني الشبابية يعني حاجة كويسة المم عبدالوهاب لما طلع طلع علشان يعيد الغناء لأصله بحسب إن مفيش حد بيعمل أغاني عدلة وحتى المطربين اللي هما كانوا مطربين درجة أولى إنه ما كانوا ليس شباب أياميها ابتدوا ينزلقوا في هذا المنحدر بتاع الأغاني الشبابية فعبدالله بتلي عمل من جير ليه وبعدين كانت طفرة حلوة أو عودة حلوة إنه أياميها هاني شاكر بعدها غنى من جير ليه وأكتر من مطرب طلعوا وغنوها وطلعت سمية اللي أعتقد كانت من تونس لما جنت القصيدة وكان فيه صحوة فنية فلن أريد أن أصل له إن لنجب أن نشكر هاني شاكر على هذا القرار لأنه من أفضل القرارات إلى النقابة والفنون وكله لأنه هذا ليس له دعوة بحرية الفن هذا له دعوة ودور في محافظة على الثقافة وعودة إلى الأصل والمحاولة إلى إن نعيد الوعي ولازم الأول نربي الوعي علشان نازل تقدر تميز الآن في عدم تمييز بين الجيد وبين الردي يجب أن نشكر هاني شاكر على ما فعله لأنه من أفضل القرارات التي أصدرت بالذات في الفترة الأخيرة ضد الفنانين إحنا في قرارات طلعت كثيرة ضد فنانين كثيرة كانت متعسفة وكانت عن تخلف إنما هذا القرار هو عن دراية وعن فكر فعلا يجب أن نحترمه ويجب أن نشكر الوستاذ هاني شاكر على هذا القرار وشكرا ونشوفكم على خير